يوم الأربعة يعني اللي حصل الساعة أربعة العصر كده فوجينا لنا مجموعة من الإخوانين المشلمين طلعت من المسجد أمر بن عبد العزيز لا يقلنا عن نصف ساعة وزلت أوروبا ساعة وبص ورايها لقيت في ناس كتير جاية داخلين بيجروا بيهتفوا بقول الله أكبر تكبير الله أكبر حي على الجهاد وكده خمس دجايب وكانوا يخلصوا على الخيم كلها لقيت اثنين جايني يقتعوا في الخيمة عشان يقتعوا وشي يدهدهم على غلب الطريق فحوشتي فبعدت واحد منهم فهموا جيين عرفوا أننا ضدهم فشاردوني في وسطهم يعني في العدد الرهيب ده شاردوني أنا في وسطهم فوجيت لقيت واحد من مورايا تلا جمديه من مورايا جمديه على وجنه جمديه إيه بسنامه جمديه إيه قطع منها حتى قطع الجزء ده كله بسنامه قطع الجزء ده كله بسنامه وخوطوني بلاحد على المابي فتحوا لي فتحي 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 أنا فتحي أنا فأنا محس شغل عملية الدم نازل على هدومي نازل على جسمي يجيلي على وشي كده فنازلهم فيها ضرب رغموا أن المدم نازل على روشي ونازل على هدومي ومشاردين السبون ففي واحد يدخل يعني عشان يطلعون من وسطهم فهم هوا بيطلعون من وسطهم ومشاردين يخلوه طلعوني رجل بيطلعون من إيدهم وهم نازلين فيها ضرب ومشاردين السبون وهم بضروا فاكتهم بقولي يا كافر البرالي مش عارف كان مشتوم فيها الشتائب يعني فيها يعني كده وكان مش عارف كان الدين الإسلامي ظهر في عصر محمد مرسي او مش عارف يعني لحد ما طلعت لقيت أصحاب وعرفين برا فبقول لهم فبقول لهم فبقول لهم اللي في وقتنا فيها يجب فقالوا اللي ما فيش تعالى بس الأول قلتولهم طب قالوا لي ده بغطوهم أنا قلتولهم طب الحتة اللي انقطعت موجودة المشاردين قالوا لي لا موجودة يعني عشان يخلوه نمشي يعني كده بيدوروا على عربية السعاف عشان نركب عشان نمشي مش لقينا عربية السعاف الاخوان محجمين على عربية السعاف مش مخدينها تطلع تنجل أي مصاب الرئيس اللي يحل الدم المصريين ويحل الدم الشعب المصري ده ما ينفحش يكون رئيس للشعب المصري اللي يجسم الشعب المصري إلى طواف ويهتم بجامعته بالاخوان والسلف ده ما ينفحش يكون رئيس لنا وكل واحد غلط في حق الشعب المصري لازم يتحاسم لأن دم الشعب المصري مش ترخيز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة